ورجال الدين المسيحيين تصطحبه دعوات العراقيين وأملهم بأن تتكرر هذه الزيارة التاريخية المهمة الكبيرة إلى العراق معي الآن في الستوديو الدكتور عصام الفيلي الباحث والأكاديمي مرحبا بك دكتور مرحبا بك يعني لا أجد ما أقوله لهذه الصور مغادرة قداسة البابا والفرحة تعتلي وجهه الكريم ويعني تصطحبه كما قلت قبل قليل دعوات العراقيين بأن تتكرر هذه الزيارة الأبعاد الأخرى التي لم نتحدث عنها لهذه الزيارة دكتور ما هي نعم أنا أعتقد أولا أنا أهني المرأة العراقية في هذا اليوم كل عام وهي بخير وعرف خالي الأوم وهي الإنسان الرائع التي أنجبتنا وأهني كل أمرأة أينما كانت هذه مسألة عودا على بدح الموضوع سؤال حضرتك أنا أعتقد ربما يكون العراق قد دخل التاريخ لأول مرة من خلال موضوع التسامق قبل سبعة ألاف سنة من خلال العراق التاريخ أتحدث عن موضوع التسامق في الإديان نعم في هذا الإطار أعتقد لم تكن هناك أي شخصية دينية تمثل مكون يتجاوز عدد نفوسه ثلاثة مليار نسمة منذ ميلاد السيد المسيح وإلى يومنا الحاضر ولكن البابا استطاع أن يطفي على العراق مكانا بهيا إلى مكانته التاريخية إضافة إلى كل هذا أنا أعتقد البابا وضع خطوط عامة للحياة سواء كان لصعيد السياسي أو الاجتماعي وحتى الاقتصادي على الصعيد السياسي ربما يكون المعروف عن بابا في كل زياراته كان لا يتطرق للجوانب السياسية وموضوع التعامل في موضوع إدارة الدولة هو أشار إلى ملفات الفساد على الصعيد الاجتماعي تحدث في الجنب الأخرى ليه موضوع العدالة الاجتماعية والفقراء ربما يكون هذا امتداد نهج السيد المسيح الذي تعودناه من يقرأ التوراة يجد مثل هذه المفاصل حقيقة على الصعيد الاقتصادي نبه أذكان العراقيين أذهان العراقي لا مسألة مهمة إلا وهي كيف من الممكن استثمار أور لكي تكون محجا كبير للعالم كلنا يعلم أن أور هي أرض أبونا أبراهيم أبو الأنبياء الثلاثة عليهم الصلاة والسلام عيسى وموسى ومحمد في هذا الإطار لو تم استثمارها بطريقة علمية من الممكن أنا أقول أن نظفي أن نجعل من هذه المحافظة المحافظة الأولى اقتصادية اللافت للنظر أن البابا في طبيعة طرحية كان دائما يؤكد على الجنبة الأهم المتمثلة هذه الجنبة في موضوع التسامح نحن في ثقافتنا الاجتماعية تداخلت لدينا كثير من المفاهيم السلبية بينما مروث يفسر وفق أهواء جهات معينة ودعني أقول الإيمان بالرادكالية الدينية يعني مشكلة أنا لا أقول كلهم بعض رجال الدين عودونا منذ أن كنا صغار حينما نسمع خطبهم كانوا أول ما يبتدؤون خطبهم بعد الأثناء والحمد يقولون اللهم إلعن اليهود والنصارى وهذه كارثة كبرى في مفاهيمنا الاجتماعية هذه تحولت إلى جذوة ثم إلى ثقافة خلقت أزمة انعكست على طبيعة واقعنا كل واقعنا الاجتماعي والذي تمخض عن هذا الواقع أستاذنا أن كثير من الطبقة السياسية خرجت من رحم هذا الواقع ثم انكفأت على ذاتها تحول إلى صراع مفاهيم داخل المكون الواحد لذلك أقول أن زيارة البابا في كل كلمة تستحق أن يكون مفردة لمنهاج دراسي عنوانه الأخلاق بعد إدخال المفاهيم الإسلامية الأخرى التي تدعو إلى الحب والتسامح الموضوع المشكلة ليس فقط زيارة وتعدي اليوم نحن نتحدث عن حقوق المسيحيين في هذه اللحظات في هذه الأيام نحن نقر قانون المحكمة الاتحادية أين حقوق المسيحيين وصابئة والأزيديين في تشكيلة الفقهاء هل الفقهاء يقتصر على السنة والشيعة في المحكمة الاتحادية؟ طيب ما هو هاي مكونات إلى حقوق وإلى كذا هذه مسألة إضافة إلى كل هذا أنا أعتقد إذا أردنا أن نسيق جملة أو دعني أقول تصور لدى العالم أن نكون مقتنعين في موضوع التسامح كثير من دول العالم المحيطة معنا أعتقد هي في مناسباتها التي مناسبة هذا المكون يذهب أعلى سلطة فيها لكي يقدم التهاني إلى هذا المكون يعني كلنا يعلم أن في إيران الإسلامية هذه جمهورية كبيرة في ذكرى المناسبات الدينية لليهود يكون هناك احتفال والمرشد الأعلى يذهب لكي يقدم الورود اليوم يستطيع إنسان عراقي يقول أن يهوج العراق لهم حق فيما فقدوه بالتأكيد سيتهم أنه عميل الصهيونية وهذا يجي التطبيع وتنبر الأصوات في هذا الإطار لذلك الموضوع علينا أن نتجاوز لقلقة اللسان وحتى نؤسس لثقافة حب وتسامح علينا أن نعترف بحق الآخر وشراكته في الوطن الذي جرى أقولها بكل صراحة يعني هذا الموضوع ربما يمتد إلى أكثر من 71 عام منذ أن صدر قانو سخاطة جنسية عن اليهود تطوره بعد عام 2003 واستلمنا المسيح ما شاء الله يكسوا مربع تدري بعد أدهم مقدرات ومافيات تشتغل والذي كان يحلم يفوتوا في فرع بالكرادة الآن يمتلك لفرع بالكرادة بلغة السلاح بلغة التهديد هذا لا يعني أن ليس هناك شخصيات وطنية عراقية من رجال دين وقوة اجتماعية تنبذ هذا التصرف وتدعو إلى تطبيق القانون في هذا الإطار يجب أن نفعل القانون ويجب أن نمتلك الشجاعة قد يكون هناك تشريعات قانونية لكن المشكلة الآن في القدرة على تنفيذ هذا القانون وعليه نجد أن كان هناك تحرك من قبل السيد مقتد الصدر في هذا الإطار شكل لجنة لكن يجب أن تمتلك الأحزاب الأخرى لتفعيل هذه اللجنة والقوة السياسية واضح واضح دكتور أريد أن أعود إلى فحوى الزيارة والأهمية وتسليط الضوء على ما خلفت هذه الزيارة من نتائج إيجابية هي ليس لها إلا نتائج إيجابية طبعا ولكن في ضمن ما جاء بها أن الحكومة العراقية أو السيد مصطفى الكاظمي أعلن السادس من آذار يوما للتعايش والمحبة أساسا نحن كشعب كمكونات هل نحن بحاجة إلى يوم للتعايش والمحبة نحن كمكونات لهذا الوطن كشعب كمواطنين هل كانت هناك بيننا ما يشوب هذه المحبة والألفة يعني أحيانا أنا أقول المجتمع العراقي يمتاز تاريخيا وهذا ليس رأيي نتحدث كباحث وأكاديمي أستاذ جامعي أن العراق كان كعبة الاستقرار وبالتالي كل الذي يقرأ التاريخ العراقي يجد في يوم من الأيام أن المسلم العراقي كان يدرس في المدارس المسيحية واليهودية ولم تكن له إشكالية في هذا الإطار إضافة إلى كل هذا هم ساهموا هذه المكونات التي تحدث عن المسيحية اليهودية الصابئة وغيرها ساهموا في بناء الدولة العراقية وعملية البناء كانت تتجاوز أحيانا في موروعة أحد قد يقول أنهم ساهموا في عملية البناء كجزء من عملية اقتصادية أو تجارية لكن أنا أقول حينما يذهب إيلي خضوري الملياردير يهودي لكي يتبرع في عام 1923 بـ 1200 ليرة ذهبية إلى الميتم الإسلامي ولذلك تجد أن المكونات الاجتماعية تعيش في حالة من الألفة ليس فقط ما بين المكونات الديانية وإنما حتى طائفيا مسجل بالوثائق العراقية أن طبيعة الزواجر مختلط ما بين المذاهب الإسلامية تجاوز 30% هذا يعطي انطباع ماذا؟ يعطي نحن بلد التسامح لكن الإشكالية القائمة في العراق أن بعض القوى السياسية تحاول أن تلعب على هذه التناقضات في هذا الإطار في موضوع سؤال حضرتك حول دعوة السيد الكاظمي إلى جعل يوم للتعايش أنا أعتقد هذا بحد ذاته يؤكد على هوية الدولة هي هوية تعايش السلمي وهوية محبة في وقت كان هناك اتهامات لكثير من الأنظمة أو دعني أقول حكومات في هذا الإطار رسالة ياما صحيحة أو مصحيحة هذه تخضع إلى مشرط البحث والتدقيق أقولها بصراحة لكن بالنسبة لنا نحن كعراقيين أنا أقولها بكل وضوح نحن أحوج ما نكون فيه إلى موضوع التعايش وهذا اليوم يجب أن يرافقه إصدار طوابع احتفالات كرنفالات تدخل فيها كل المكونات بماذا ستنفع هذه الخطوة؟ يعني اليوم الطفل حينما يأتي يجد مثل كرنفال يكون فيه شارع طويل يكون فيه تستعرض فيه الأزياء تستعرض فيه أقولها معارض تاريخ هذه المكونات الاجتماعية يخلق حالة من التلاقح الفكري اليوم مشكلتنا بدأنا ننكفي داخل النوع الواحد وداخل النوع الواحد تحول إلى دوائر أضيق المحاصلة النهائية قتلنا روح ثقافة التنوع التي يجب أن نؤمن بها ولذلك حتى حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام هو كلنا يعلم تصرفه ونطقه لم يكن ذاتيا بقدر ما كان إعاذ سماوي من الرب ولذلك الرب الذي قال له تزوج امرأة يهودية والرب الذي قال له تزوج امرأة النصرانية ولذلك هذا موضوع الثقافة والتسامح يجب أن يكون إيمان وهذا الإيمان نترجمه إلى واقع حال لكن مشكلتنا دائما نحن نحاول أن نختزل الحقيقة بأنفسنا عبر أفكار أنا أقول قارئة ورديكالية لا تمثل مجتمع لها قواضح جدا دكتور أعرج على اللقاء المهم واللقاء التاريخي الذي جمع قداسة البابا بسماحة السيد علي أسستاني لقاء يعتبره الكثير أنه المحطة الأعظم في هذه الزيارة المحطة الأهم المحطة الأهم فيما يتعلق بحوار الأديان والتقارب بين الأديان وأتباع الديانات كيف قرأتك كمحلل سياسي كمتابع للشأن هذا اللقاء وما خرج عنه هذا اللقاء يعني أنا أعتقد من الثابت والبديهي أولا حينما نأتي يعني هناك شيء اسمه قبل أن يقدم الإسلام إلى النجف النجف كانت واحدة من أكبر الحواظر المسيحية الوقاء تقول واللقاء الأثرية أن هناك أكثر من 35 كنيسة فقط في منطقة المطار ومنطقة موجودة في أرض المطار وتوابعها الحيرة كانت منطلق المسيحية بالتجاهش في الجزيرة العربية السيد علي السستاني بوجوده في العراق هو أثبته ليس فقط عراقيا ولكن إنسانيا من الطراز الأول امتداد لمدرسة محمد والأنبياء ومدرسة علي بن أبي طالب الذي آوى ودعم أهل الذمة في هذا الإطار إضافة إلى كل هذا موضوع اللقاء أنا أعتقد اللقاء يمثل التقاء عن قائي سلام لا يمكن من الممكن أن تصنع داعية سلام من الممكن أن تجد إنسان متقدن في مرحلة السلام لكن أن تجد إنسان بهذا المستوى من السمو الروحي مثل سماحة السيد علي السستاني أنا أعتقد هذا من النادر أن تجده قد يكون البابا استلهم معاني روح التسامح والمحبة من السيد المسيح عليه أفضل صلاة والسلام كلنا يقرأ التوراة التي تقول إذا ضربك أحدك على خدك الأيمن فأعطي خدك العيسر وتعالي من المسيح السيد المسيح العشرة وغيرها لكن في هذا اللقاء أنا أعتقد السيد السستاني طوال الأزمات التي عصفت بالعراق من عام 2003 وإلى يومنا الحاضر لم يكن فقط صمام أمام بينه وبين المسيح بل حتى بين المكونات الإسلامية حينما يقدمون عليه في أيام الطائفية المقيتة التي صنعها رجال الساسة بعض رجال الساسة وليس كلهم قال لهم ما نصه السنة أنفسنا بمعنى هذا أنك عليك أن تنظر إلى جارك من المذهب الآخر مثل نفسك لأننا كلنا المتحدث وحضرتك وكل المشاهدين نحن مذعنين قبل أن نكون مؤمنين لأننا نشأنا في بيئة إسلامية فانتمينا إلى هذا الفكر لو نشأنا في بيئة مسيحية لنتمينا إلى الفكر المسيحي لكن تفعيل جذوة الإنسانية تبقى كل ومكنوناته الشخصية وقراءاته والبيئة التي ينشأ بها فلذلك السيد السستاني حينما طرح كثير من المؤسسات العالمية طالبت أن يمنح بجائزة نوبل للسلام لكن الرجل لديه رسالة هو قريب إلى الله والله قريب منه فلذلك هذا السلوك الإنساني العظيم هو الذي دفع البابا أن يأتي لزيارتها على فكرة محور الزيارة بالدرجة الأولى هو السيد يعني مرتكزين برنامج الزيارة خلي أعلم المشاهد لم يتدخل به العراق وضعه الفريق البروتوكولي لقداسة البابا هذه مسألة وفي هذا الإطار كان الهدف الأول هو الزيارة السيد علي السستاني واللقاء به كجزء من تفعيل ما يعرف بالسلام في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى كل هذا هناك أمور أخرى التي متمثلة في موضوعة إقامة القداس حتى حضرتك من تنتبه إلى العمر للبابا هو 85 عاما الجهود التي بذلها يعني ندعو الله له خلال هذه الزيارة تقصد؟ لا أمر 85 سنة أقصد خلال هذه الزيارة الجهود التي بذلها ندعو له بالصحة والسلامة تتجاوز شاب عمره 30 سنة يعني على مدى كل أيام جولات شمال جنوب شرق غرب سفر بالطائرة أكثر من مرة باليوم أكثر من مرة والقداس هناك أعدهم على فكرة نحن نرى القداس يقفون لساعات وتركيز لذلك أنا أقول أن هذه الزيارة أتت ثمارها وكلها على الصعيد الاجتماعي والإنساني لكن علينا أن نخلق وقفه في أفكارنا ونجعل مراجعة لطبيعة هذه الزيارة ونقدرها ونجعلها منطلقا في قادم الأيام حتى يستطيع أقولها بكل وضوء حتى نستطيع أن نؤسس لثقافة قادمة تتنعم به الأجهزة جميل جدا هذا هو السؤال الأكثر الحاحن الآن تمت الزيارة نجحت بشكل الذي يريده العراقيون والذي ربما كان يريده البابا أيضا والفاتيكان الآن العبرة باستثمار هذا النجاح باستثمار هذه الزيارة باستثمار حتى الأضواء العالمية المسلطة على العراق الآن هل سنستطيع فعلا أن نستثمر هذه الزيارة؟ أولا هذا جهد كبير جهد مؤسساتي يعني مشكلتنا في العراق دائما من مأسس كل حدث نتركه اليوم يجب تشكيل فريق من أساتذة الاجتماع يعني في جنبه معينة أساتذة علم النفس أساتذة الاقتصاد التاريخ وغيره في كل المفاصل وكل له مفصله في هذا الإطار مثلا في موضوع طرح بناء موضوع البيت أو أرض إبراهيم الحج هل سنشكل فريق بطريقة شفافة يعني نبحث ما هي سبل الارتقاء بمحافظة الناصرية وطرح الفرص الاستثمارية لكبرى الشركات العالمية سواء كان سويدية فلندية إيطالية ألمانية المهم تطرح بطريقة نجعل من هذه الأرض أن تكون منطلق الاستثمار السياحي هل سنذهب إلى طرح مطار الناصرية للاستثمار العالمي في كل دول عالم لمدة عشرين عام هذا السؤال ولكن بشفافية وشركات عالمية قابضة ليس شركة سكين عندها بنقلب دولة معينة نجيبها حتى نأخذ الكميشن والعمولة هاي فقرة اثنين بالنسبة أن التعاليمة التي خرجت من قبل أو كلام البابا في هذا الإطار يجب أن يتحول إلى منهاج دراسي بيبدأ مرياض الأطفال وانتهاء بالمرحلة المتوسطة ثالثا موضوع الكنائس وتعميرها هذا مسئلة مهمة رابعا هل نستطيع أن نكون حقيقي إنسانيين ونطرح فكرة بناء كنيسة كبرى في مطار المثنى هذه الأرض الموجودة المتروكة لماذا؟ لماذا؟ لأننا نؤكد للعالم بأننا مثلما نؤمن بحقيقة الديانة المحمدية علينا أيضا أن نعطي صورة إيجابية بأننا نؤمن بأن هناك شيء استحقاق لمكون مسيحي وأنا لا أبالغ إذا لم أقول نحن ربما يكون لعشرات السنين لم نستطع أن نبني كنيسة واحدة في هذا الإطار وبالتالي كلنا يعلم أن طبيعة الإرهاب تعرضت له الكنائس في هذا الإطار كان كبيرا لا ضير أن تكون هناك كنيسة كبرى يلحق بها متحف تعرض به اللقاء الأثرية لهذا المكون في ذلك الإطار نؤسس لثقافة جديدة واضح طيب دكتور اسمح لي أن تقل عبر الهاتف سيكون معي نيافة الأب بيوسقاشا رعي كنيسة ماريوسف في بغداد مرحبا بك نيافة الأب تابعنا قبل قليل إذا كنت متابعا إقلاع طائرة قداسة البابا فرانسيس من مطار بغداد الدولي متوجها إلى روما بعد أن ودعه فخامة رئيس الجمهورية وجمع كبير من رجال الدين والقساوسة والكرادلة المودعين أيضا يعني لحظات قلنا عنها قبل قليل أنها مؤثرة جدا أنها جاءت بعد تعبير عراقي بالترحيب العالي بزيارة قداسته إلى العراق وكيف يرى العراقيون هذه الزيارة وأنها تتوجت بنجاحا لكل المحطات التي زارها قداست البابا الآن أنتم كمرجعيات دينية مسيحية كرجال دين كبار لهذه الطائفة المهمة والمكون المهم في العراق كيف تقيمون هذه الزيارة؟ كيف تقيمون نتائج هذه الزيارة؟ شكرا جزيلا وعيدا كبيرا للأمهات اليوم بعيد المرأة العالمي ولكن أقول بزيارة قداست البابا دخل العراق في التاريخ الحديث كما دخل في التاريخ القديم في دين التسامح في الأديان دخل البابا ليعلمنا الطريق الصواب في هذه المسيرة البابا قالها فليقولها الشعب وضع البابا خطوط عامة لم يتطرق إلى السياسة لكنه تطرق إلى حب الأرض حب الأرض حب الأثر حب المرجعية تطرق إلى الفساد المستشري في الشعب إلى العدالة إلى الاستثمار الذي يجب أن يعيد البناء في هذا الوطن الجريح إلى أن يعود الأبناء المسيحيين إلى ذيارهم كل ذلك يحتاج منا جواب لكلام البابا فإذا قلت قالها البابا وناذا نحن سنكون لقداشة البابا أن هناك يبدأ البرلمان كما أفكر أنا بدراسة مواضيع خطابات البابا المختلفة في أماكن مختلفة في مغداد في الموصل في قرقوش في أربيب حين ذات على الإخوة البرلمانيين المحترمين أن يكونوا على ثقة تامة بأرضهم وشعبهم وأن يكونوا على ثقة تامة بقداشة البابا الذي تحدى كل الصعاب وصعوبة كورونا وأتى لزيارة هذا البلد الجريح لأنه يريد أن يوجه أنظارنا إلى ربما ستكون هذه ليس أقول ذلك إنما من الراب الفرصة الأخيرة لتآلف الشعب المسيحي مع المسلم بمكونات مختلفة لذا نحتاج أن نتجاوز لقلقة اللسان كما يقال والكلام والبيانات والاستنكارات وكفان قتلا وكفان دمارا نحتاج اليوم نحن بمجيء قداسة البابا وتحدى هذه الصعاب نحن أيضا أن نتحدى صعاب أنفسنا كفان كراهية كفان أنانية كفان مصحة ليوضع الرجل المناسب ووضح ووضح نيافة الأب إذا كنت تسمعني وإذا الشعب سيدمر سيموت الشعب وسيموت الوطن مع شعبه نعم نيافة الأب إذا كنت تسمعني أنقل لك الآن التغريدة التي نشرها قداسة البابا قبل دقائق من موقعه من حسابها على تويتر والتي قال فيها أود أن أشكر كل النساء وخاصة النساء العراقيات الشجاعات أود أن أشكر كل النساء وخاصة نساء العراق الشجاعات يعني حتى وهو يغادر أرض العراق ما زالت أهمية وجوده أو هذه الزيارة تتدفق على العراق الآن يشكر العراقيات يشكر العراقيات حسب ما ترى أنت على ماذا البابا البابا يقول العراق في قلبي وأنا لما زرته في 2017 قال لي نفس العبارة العراق في قلبي أصلي من أجل شعب العراق نعم اليوم كما أنا عيته الإخوة الأخوات النساء بعيد المرأة العالمي هكذا يجب أن يكون هناك نظام عالمي جديد في العراق نظام وطني نظام مواطن أن نكون متساوين في الحقوق والواجبات النساء والرجال أن نعمل على تثقيف الشباب على حب الوطن أن نعمل على تثقيف الأطفال وتربيتهم على حب هذا التراب وهذا التاريخ فهذه الزيارة ليست فقط تاريخية إنما تترك أثرا في نفوسنا في نفوس شعوب المنطقة التي أثمرت حيث اتجاه العالم بأسره إلى العراق الذي كانوا يفكرون به أنه عراق قتال وعراق فساد اليوم الأنظار تتوجه هل سيبنى العراق من جديد وخاصة حينما زار قداسة البابا المرجع الديني العظيم آية الله سستاني وزار أيضا أول وعلمنا من هذه الزيارات أن نكون أمناء لهذا الشعب وأوفياء لهذه الأرض لذلك قلت على البرلمانيين أن يتركوا جانبا صراعاتهم السياسية أن يتركوا جانبا فسادهم عليهم اليوم أن يتفقوا ليجتمعوا لدراسة خطابات قداسة البابا وتكون منهجا لجميع الطلاب في جميع المدارس لجميع الشعوب ولجميع القنوات الفضائية في العراق طيب نيافة الأب الذي بدأ يسير نحو التخلص واضح نيافة الأب يعني الآن تمت هذه الزيارة بكل ما بها من إغناءات دعني أقول الآن هل تتوقعون أن تكون هناك زيارات لاحقة لممثلين من الباتيكان بمستويات عالية إلى العراق أتوقع إن شاء الله ما دام قدرسة البابا وجه الأنظار إلى أورو وإلى المرجع الديني العظيم أكيداً وإلى الاستثمار فهذا يتطلب أولاً الأرضية الأمنية ثانياً الأرضية الثقافية ثالثاً الأرضية الاقتصادية اقتصادنا دمر الشعبنا مثل ما يقولون بقوسين يقدي إلى متى هذا الشيء سيجلب أنظار العالم وأنظار الباتيكان والباتيكان دولة صغيرة لكنها دولة مؤثرة في دول العالم وخداسة البابا إنسان بسيط متواضع كما هو سماحت السيد علي السستاني أيضاً في تواضعه ولكن خداسة البابا له كلمة مؤثرة أن يقود شعوب العالم أو أن يقول لشعوب العالم أو أن يظهر لشعوب العالم أن العراق يحتاج إلى يمينكم إلى مساعدتكم أن شعب العراق يحتاج ليس إلى سرقة أمواله وليس إلى فساد هذه الأحكام وعلى البرلمانيين أرجع وأقول عليه أن يجدد هذا دستور العراق أن يعطي حقوق لجميع المكونات المسيحية ليس هناك أغلطية وأقلية وجالية جميع المكونات اليزيدية الصابية ويصوغ دستوراً جديداً يقبل به جميع الناس جميع المواطنين متساوين في هذا البلد فقد عانينا الكثير منذ 17 سنة ولكن كنا نعاني سابقاً فنحن نؤدي الحقوق ونؤدي الواجبات ولكن ليس لنا حقوق مع الأسف الشديد إنما نعيش خوفاً ربما من القتل والدمار ومن الحصول على منازلنا وأراغينا لذلك ليس لنا وظيفة حتى الوظيفة نجديها لأبناءنا وقوم نطلع بره نهاجر لأن ذلك هو الحل السليم والحل السليم اليوم وجه البابا هو من حكام العراق لشعب العراق كلام مؤثر منك ومؤلم حقيقة نتمنى أن يتغير كلياً أن تتغير الوقاع وتتحول إلى ما يتمناه كل عراقي بغض النظر عن عرقيته أو إثنيته أو انتمائه الديني أريد أن أعرج نيافة الأب على اللقاء الذي جمع قداسة البابا بسماحة السيد علي أسستاني كيف تصفه لنا من وجهة نظر مسيحية بحته أنا أصفه لقاء البسطاء المتواضعين الذين يرسمون خارط الطريق لشعوبهم للتعايش وعدم الكراهية وعدم الأنانية وعدم المصلحة وخاصة بين الحكام والشعب والشعب بسبب هذه المدة الطويلة 17 سنة أخذ يتعود على عادات سيئة ربما يقول علينا الكفار أو على الديانات الأخرى لماذا لماذا هذه الأمور تحصل بين الشعب فاللقاء قداسة البابا مع آية الله سستاني درس عظيم يعلمنا أنه على المسيحيين على المسيحيين يحترموا المكونات بأسرها وعلى الإسلام الذين هم أغربية في هذه البلاد عليهم أن يعطوا حقوق وأحكام حقوق لجميع المكونات ليس هناك أنا سني أو شيعي أو مسيحي أو تركماني وإنما هناك عراقي فآية الله سستاني وكداسة البابا يقولون يقولاني اذهبوا لبناء وطنكم لبناء شعبكم فالتخلف قد دخل حتى أعماق قلوبنا وجعلنا تائهين في هذه الحياة لا نعمل إلا ما نشاء هي الأنانية التي تسيرنا والكراهية التي ناخذ فيها مصالحنا فإلى متى؟ ما أعظم لقاء قداسة البابا مع المرجع الديني السستاني شكرا لك نيفة الأب بيوسقاش راعي كنسة مار يوسف شكرا لكل ما تفضلت به شكرا لعراقيتك العالية شكرا لحبك وانتمائك لهذه الأرض ولمكون مهم من مكوناتك كنت معي مباشرة عبر الهاتف من بغداد أعود لك دكتور صلت الأب بيوس الضوء على ربما جزئة وإن كانت بسيطة وإن كانت لا يمكن تعميمها ولكن من الضروري تسليط الضوء عليها وتشخيصها من أجل حلها حلا جذريا تحدثت أنت ربما في معرض حديثك عن بعض سمات التطرف وبعض ما عناه العراقيون وبعض التموضع ربما تحت أغطية طائفية وعرقية وإثنية هنا هذه الزيارة كيف لنا أن نستثمرها كشعب كمكونات كمكونات مجتمعية تحديدا بنبذ تطرف نبذ العنف نبذ الخطاب خطاب الكراهية الذي أخذ ما أخذ من العراق يعني أنا أعتقد مرة هناك تحركات على الصعيد الاجتماعي وهو تطويق الخلل أو الخطاب المتشنج الذي قد يظهر هنا وهناك ومرة أخرى يجب أن يكون هناك تشريع قانوني الذي ينقط الطائفية ويحاسب ويجرم لكل من يروج لطائفية نحن نعيش في أمة عراقية خلينا نكون شوية واقعيين هذه الأمة تضوم كل المكونات شئنا أم أبينا القدر جعل العراق أن يكون ساحة لتعايش سلمي عبر التاريخ في هذا الإطار القدر جعل العراق أن يكون أرض أنبياء وبالتالي الرسالة الإنسانية جمعها لنا جميعا تحتم علينا أن نقبل بهذا التعايش إضافة إلى كل هذا نتائج التطرف سيفضي إلى نتائج كارثية وكلنا يتذكر كيف أن ما مر به العراق أبر سنوات طويلة دفع ثمنه الشعب العراقي وإجيال وعليه أنا أعتقد موضوع مكافحة التطرف مهما كان ومهما كان دوافعه يجب أنه يكون عملية وأده باللحظة الأولى التنظيمات الإرهابية داعش التي أرادت أن تسوق نفسها على أساسية تنتمي مكون فهي كانت كاذبة وبالتالي اختطفت محافظاتنا الغربية وتصدى لها أبناء الموصل والرمادي وأبناء النجف وكربلاء والجنوب وكل مناطق العراق وأبناء كردستان في هذا الإطام بمعنى هذا أن رسالتنا جميعا تحتم علينا أن نبدأ بمعالجة الخلل في محرض وجوده وانبثاقه لا أن تأخذنا الرحمة في هذا الإطار لذلك أنا أتذكر عبارة للرئيس ماكرون يقول لا تطلب مني أن أطبق معايير الديمقراطية أمام إرهابي ويحاول أن يختطف بلدي وهنا أنا أقولها بكل صراحة أن كل من يروج لفكرة طائفية وكل من يؤمن بعدم وجود الآخر وكل من يستغل حتى تشريع معين بما يخدم مصطحته وذاته أنا أقول يجب الجميع أن يقف بوجهه إضافة إلى كل هذا علينا أن نراجع كل القرارات والتشريعات التي قد تكون صيغة أو شرعت في مرحلة معينة بناء على قناعات أو ظروف معينة هذا كله حتى نأسس لثقافة جديدة إضافة إلى كل هذا أنا أعتقد عملية البناء علينا أن ننطلق بها من صغار السن مشكلتنا فيها العراق دائما نعتقد أن حتى مناهج حقوق الإنسان أو دعني أقول كثير من المفردات نضعها في المراحل الجامعية لكن هناك مبدأ يقول التعلم في الصغار كالنقش في الحجر ليس هناك أرواع حينما نأخذ أبناؤنا صغارنا ونأخذهم لكي يطلعوا على الشواهد الحضارية الموجودة في الأنبار أو في الموصل ونأتي بأنبار أبناء الموصل لكي يطلعوا على الشواهد الحضارية والاحترام الغير متناهي لهم في مناطق كما كان معمولا به في السابق يعني ليس الأمر ابتداعا يعني هذا بالضبط أستاذنا يعني الآن بعض الدول العالم قد يكون نحن نمر بظروف غير طبيعية بعض دول العالم الأطفال في الدول الإسكندنافية أخذونهم من مكان إلى مكان آخر وأني أدعو حتى أصحاب رياض الأطفال الرياض الأطفال الأهلية الحكومية يعني ليبقون متقوقعين داخل القاعات الدراسية وما شابه حتى لو أخذتوهم إلى منطقة قريبة يطلعون على طبيعة الحياة الطبيعية هذا كله يساهم بصورة وبأخرى لإثارة روح التساؤل لذلك المجتمعات تنهض حينما يكون التفكر وحتى بالدين الإسلامي يعني حينما يصف الشخصيات الذين يصنعون الحياة هم المفكرون وهذا التفكير أنا أعتقد ممكن أن يساهم بصورة أو بأخرى في خلق حياة جديدة لدينا ولدى الوطن العراقي جميل جدا ويعني دعني أسميها أمنيات جميلة جدا ودعوات جميلة جدا ما هي شواهد إمكانية التطبيق على أرض الواقع هل فعلا نستطيع كحكومة على الأقل دعني أبدأ من حجج الوضع الأمن يعني أولا حينما تكون ميزانية التعليم ميزانية عالية هذه أولا أنا أقولها بكل صراحة إضافة إلى حتى موضوع إحنا الآن يعني خلينا ما نقول عندنا أمن الحمد لله 100% ولكن كل المعطيات تقول أن الشعب العراقي كله بكل مكوناته متفق على مسألة أساسية هي أمن غيري جزء من أمني ولذلك حتى حينما تجد حضرتك يعني يكون شواهد أنا أحيانا كل الجميلة حينما يذهب أبناء الرمادي يأتون زائري من بغداد لكي يصلوا إلى زيادة مرقد السيدة زينب لا يقبلون أن تتحرك السيارات إلا حينما يأكلون هذا يعطي انطباع أن الشعب العراقي بات يؤمن أمن الفرد من أمن الجميع واحترام الآخر المختلف معه بالرأي أو المعتقد هو يمثل حالة تكامل له في هذا جميل جدا ولا غبار على ذلك مجتمع متكامل مجتمع متراص مجتمع متأخي مع هذا فإن القلة القليلة التي لا تتداوز حتى الواحد بالمئة ربما أقل من ذلك بقليل هي الفئة المتطرفة ولكن هذه الفئة القليلة والأعداد القليلة مؤثرة جدا على اعتبار أنها حاملة لسلاح وحاملة إلى فكر راديكالي متطرف يدعو إلى إسالة الدم والقتل وما إلى ذلك هذه الفئة القليلة كيف يمكن تنظيف أدمغتها من جديد كيف يمكن القضاء على هذا الفكر كيف يمكن حماية الشعوب والمكونات من ما تجرمه هذا الفكر بحق حتى المكونات التي تدعى الانتماء إليها يعني من الناحية العملية تمتاز بأمنية مطلقة حتى التي تمتلك 12 أو 14 جهاز مخابرات ودول تمتلك 24 جهاز مخابرات على فكرة حينما تأتي إلى بنية المؤسسة الأمنية في بريطانيا في الولايات المتحدة وتقرأ كيف هي تمتلك معلومات متكاملة تحصل اختراقات في هذا الإطار لكن أنا أقول علينا أن نركز على الجانب الاجتماعي والجانب الاجتماعي ليس فقط مسؤولية الدولة مسؤولية القوى الاجتماعية العشائر العراقية لديها امتدادات كل عشر لديها امتدادات من الموصل العربية إلى أقصى منطقة وكذلك العشائر الكردية لديها امتدادات من كردستان إلى أربيل وخانق هذه المشتركات كيفية تفعيلها يعني الذهاب في زيارات تلاقح فيما بينهم أنا أعتقد يطفع كثير من الأمور إضافة إلى كل هذا أنا أعتقد جزء أساسي مشاركة الكل في موضوع الاستحقاق الوطني يعني اليوم إحنا من نعطي مسؤولية في مفصل معين أمني معين لكل المكونات بذلك نثبت أن للجميع أن هذه مسؤولية الجميع أيضا سندخل في التوافقية من جديد والمحاصصة التي دمرت البلد على ما يبدو إلى الآن يعني أولا إحنا التوافقية والمحاصصة هذه حالة موجودة في العراق لكن هذا لا يمنعنا بأن نغمط حق الآخرين في المشاركة في الحقوق يعني إحنا اليوم نتحدث عن بلد في العراق أنا أستاذ جامعي خلينا شوية نكون شجعان ونفتح جراحاتنا إش كم عميد كلية موجود أو رئيس جامعة السني عدنا في بغداد أسه مطائفية خلينا نقص مصطرة قصة بقلاوة مولو لا أسه ذول هم منهم حق نذهب مثلا للموصل إش كم عميد كلية الشيعي موجود حتى نضبط الحق نرجع مرة ثانية بالأنبار هذا كله إن أسس لثقافة التشاركية والمشاركة هذا ينعكس أيضا وين على القرار الأمني قد يكون الآن أنا أقولها بكل صراحة شهدنا في عهد هذه الحكومة مستوى عالي من توزيع المهام متقدم على مراحل الحكومات السابقة لكن في نفس الوقت أنا أقول أن الإنسان عليه أن يستفاد من تجاربه التي مر بها ليس عيبا أن يخطأ الإنسان ولكن من العيب أن لا يستفاد من هذه التجارب طيب هل ترى من وجهة نظر أكاديمية أيضا أن زيارة قداسة البابا هي نقطة فارقة عن ما قبل الزيارة وما بعد الزيارة يعني أنا أعتقد العراق حينما أتى البابا يعني كان معه ما يقارب أكثر من 250 ولكن من الناحية إلى 250 وسيلة إعلامية الآن التي غطت الزيارة كان هناك أكثر من 350 وكالة عالم تجاوز بكثير وصلنا إلى مرحلة أن عملية تسويق الزيارة كانت بمختلف لغات العالم وتدري كما تعلم ألم المشاهد هذا نبه العالم أن هناك شيء اسمه العراق وإضافة إلى كل هذا يجب أن يكون هناك زيارات لوفود حكومية للبابا لماذا؟ لكي تطالب دعم دولي لأعمار المناطق المحرمة يعني واضح جميل جداً أنا أشكرك دكتور ابقى معي سأنتقل عبر الهاتف معي من بغداد الدكتور أحمد الصحاف الناتق باسم اللجنة العليا المنظمة لزيارة البابا مرحبا بك دكتور جهود رائعة جداً يعني تحية كبيرة لكل من سهم بهذه الجهود التي أنجحت هذه زيارة بسبب القنوات ومحطات التلفزة والوكالات الإخبارية وغيرها العالمية كان السؤال الأبرز في العالم الذي سأله أتباع الكنيسة الكاثوليكية هو لماذا زار البابا العراق؟ سؤال مهم جداً لمن لا يعرف العراق لمن لا يعرف لماذا جاء البابا إلى العراق ما هو الجواب الأوفى؟ دكتور أحمد إذا كنت تسمعني طيب يبدو أن الاتصال غير مؤمن مع الدكتور أحمد الصحاف ربما سأعود له لاحقاً حين تأمين الاتصال أعود لك دكتور يعني فعلاً هذا السؤال هو الأبرز لمريدي الكنيسة الكاثوليكية حول العالم كان السؤال الأهم هو لماذا زار البابا هذا البلد؟ لماذا زار البابا هذه المنطقة؟ يعني ربما يكون بالدرجة الأولى البابا تطرق إلى هذه المسألة بصورة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة قال أن منطقة الشرق الأوسط والشرق يعاني من هجرة مسيحية غير طبيعية ونحن نتحدث اليوم مثلاً أن الموصل دعني أقول هناك كانت تاريخياً أكثر ما يقارب مليون نصف مسيحي بعد غزو داعش والتنظيمات الإرهابية وكانت معقل الموصل معقل المسيحي الأكبر على فكرة هذا لا يعني لي أنه يوجد مسيح مثلاً تاريخياً كانت تونكوتاً في كل المحافظات لكن الذي حصل طبيعة الإرهاب التكفيري جعل أن يكون هناك هجرة وكننا يتذكر أن الكلمة نون كانت تضع على كل الأملاك وبالتالي حالة الرهبة والرعب الذي عاشوا هذا لا يعني أن المكونات الأخرى لم تعاني حتى من بقي بالمدينة من المذاهب الأخرى تعرض إما للقتل أو الذبح أو التهجير لا يستثني الإرهاب أي أحد واضح جداً فلذلك أعتقد أن السيد المسيح أراد أن يريد أن المسيحين يعودوا أن تقسود قداسة البابا قداسة البابا نعم إضافة إلى هذا أنه أراد أن يذكر الآخرين بأن هناك أرض اسمها أور كانت أرض أبونا إبراهيم عليكم أن تعززوا الروابط الروحية في موسم الحج لكل دولة يعني لكل ديالة لديها مكان يحجون إليه قد يكون هناك حج في أرض المقدس لكن بديهياً لم يكن يستوعب كل الحجيج نتحدث عن ثلاثة مليار نعتقد هي كل فلسطين 26 كيلومتر 26 كيلومتر فهذه لا تستوعب لذلك أراد أن يخلق هناك محج جديد في هذا الإطار وهذا يكون محور لقاء وتلاقح ما بين الديان المسيحية المسألة الأهم أنا أعتقد أراد أن يحقق لقاء اليعسوبين اليعسوب الأول السيد علي السستاني يعسوب القرن الواحد وعشرين بنهجه وفكره الذي لديه تأثير ليس فقط على الفكر الشيعي وإنما حتى على الأفكار الأخرى الذي تؤمن ترى بأن منجزه الإنسان يحتم عليه أن يحترموه ويتأثرون وبعض المصادر حتى من أهلنا في العراق السنة قالوا أنه الآن يعد مرجع يعني بالنسبة لهم كونه مرشد روحي إضافة إلى كل هذا هو كونه يمثل يعسوب العالم المسيحي بثقله فأراد أن يحقق لقاء في هذا الإطار لذلك أعتقد أن العالم والمنطقة بالتحدي منطقة الشرق تشهد توترات غير طبيعية هذه توترات المخاوف كل المخاوف أن تقود إلى حروب عبثية العالم المسيحي خاض حربا كارثية في الحرب العالمية الثانية ودفع ثمنه دولا كثيرة تدمرت عن بكرة أبيها لذلك مستفادوا من هذا الدرج يعني حقيقة الآن مهما يصلون إلى مرحلة التصعيد والتاتش لا يذهبون إلى موضوع المواجهة لأن الزمن التطور والأسلحة التقليدية تغيرت كل من يروج إلى موضوع الاحتقان والحرب أنا أعتقد هذا جزء من استراتيجية القضاء على الإنسانية وعليه سيد المسيح يدرك تماما أن هذه الحروب العبثية تحدث عنها قد يكون ضحيتها الفقراء بالدرجة الأولى لذلك حتى هم أساسا الضحية الأولى لها للأسف يعني دائما الفقراء هم من يدفع الثمن قبل أي أحد بالتأكيد فلذلك هم يعني أنا أعتقد حتى سيد المسيح في خطبه يعني لا أقصد البابا أقصد نبي الله موسى حينما تجد التوراة نبي عيسى نبي عيسى عفوا كان يستهدف الفقراء في كل أحاديثه يعني لذلك هذا الموضوع يكاد يكون مرتكزا بالنسبة له وهم يستشعرون طبيعة المخاطر التي تمر بها المنطقة طيب دكتور يعني الخلفية المتواضعة والبسيطة والفقيرة لقداسة البابا من أزقة إحدى الأحياء في الأرجنتين والخلفية ذاتها لسماحة السيد علي السستاني منزل مؤجر منزل قديم متهالك لا تتجاوز مساحته السبعين مترا مربعا هذه هل خلقت يعني إضافة إلى الأمور الأخرى طبعا والحكمة وغزارة العلوم لديهما هذه الخلفية هل خلقت تماثا أكثر مع الطبقة الفقيرة من شعوب العالم؟ يعني دائما الإنسان حينما يعيش في بيئة تترك انطباعات في ذهنه فمن يعيش في بيئة مترفة بالتأكيد هو يكون بعيدا عن جوهر المعاناة وبالتالي يدرك تماما يعني يقل ما نجد أن هناك أناس يعيشون في بيئة غنية يشعرون بمرارة الفقير لكن هذا لا يمنع أن هناك شخصيات تتبرع بأموالها تتبرع بمقدراتها في حالات ربما فردية يعني يوصون يعني أقولها بالغيس وغيره وحتى في عالمنا الإسلامي لكن من يشع في هذه البيئة يدرك تماما تبعات هذا القرار يعني حتى القنفة الكراويتة أنا ما عشي سموها أنتوا القاعد عليها سيد السستاني أنا ابتقيت ويا قبل عشر سنوات ونفسها هي القنفة القاعد عليه لم تتغير وربما عمرها يمتد إلى أكثر وهذه نفسه يلتقي بها يعني مشكلة سياسيين كبار بدرجة رؤساء شخصيات كبيرة سيد السستاني عادة يتجنب قائس سياسي يتمنون أن يجلسون أمامه لدقائق فلذلك هذا يعطينا انطباع أن شعور سيد علي السستاني وهذه المقاربات الفكرية بينه وبين البابا جعلت منهما كلاهما أن يتبنى الأكثر رسوخا في تبني الفكر الإنساني ولذلك نجد هذا الموضوع أكيد يكون حاضر لديهم من أجل تجنيب المنطقة طيب دكتور الآن بعد أن نجحت هذه الزيارة بعدما استطاع هذان الرجلان أن يسلط الضوء بلقاء مبسط وحتى غير يعني لا يوجد فحوة هذا اللقاء لا توجد لم نستمع لما قاله قداسة البابا وسمحت أستاذ علي السستاني ولكن استطاع أن يؤسس ربما لمرحلة جديدة إذا ما استثمرها القادة أو الساسة الميدانيون هل يمكن القول أن مصطلحا آخر ظهر وهو الدبلوماسية الدينية مثلا؟ يعني أنا أسميها أولا أقولها بكل وضوح دائما نحن في علم السياسي الذي لا يعرف مصطلح الدبلوماسية الشعبية هذه مسألة قد تكون وجهها وشخصيات لكن أنا أقول أسميها الدبلوماسية المؤثرة التي هي غير السياسية يعني اليوم القوة الاجتماعية هنا ما يقول القوة الاجتماعية أقصد مثلا من يتصدى الدين يعتبر جزء من النسيء يعني من المفهوم الاجتماعي فلذلك هذا الإطار أقول هذا الحضور يعكس مدى تأثيرهم على الساحة الدولية والسياسية السيد السستاني لديه بصمة في المشهد يعني أحيانا هو لا يتدخل ولكن في لحظات الخطأ واللحظات التي يكون فيها العراق أمام منزلق لا طيب واجبه الإنساني البابا في قداسته لديه تأثير روحي حينما يقف سفير أكبر دولة بالعالم السفير الأمريكي في العراق يقول تشرفت اليوم أنا وحضرت استقبال البابا بمعنى هذا أن هذا التأثير الروحي لهم من الممكن أن يلقي بظلاله على الواقع السياسي وأنا أتوقع بعد زيارة البابا للكنائس المهدمة في الموصل وتأثيره الشديد سيذهب إلى يعني دعني أقول إنشاء صندوق جمع أموال لأعمال هذه المناطق في القريب العالم هذا ما يرجى طبعا الآن السؤال الأكثر الححل لأن أتباع قداسته البابا أو الكنيسة الكاثلوكية منتشرة في إيطاليا إسبانيا البرتغال مناطق الشرق الأوسط أما دول مهمة وكبرى مثلا الولايات المتحدة أرثوذوكس بريطانيا أرثوذوكس الدول الإسكندنافية بإطلاقها ربما أرثوذوكس ألمانيا الكنيسة الأرثوذوكسية بالتالي هل هذا يعني يحدد مما دعا إليه الطرفان قداسته البابا وسمحت السيد علي سستاني بما يتعلق بدعوة القوى العظمى بمعنى أن تأثير البابا غير موجود ربما في الولايات المتحدة أو بريطانيا هو تحدث ليس بشخصه تحدث بروح وتعاليم السيد المسيح وبالتالي من يتحدث بهذه المعالي وهذه الروح أعتقد تجعلهم أمام جنبه على فكرة نعتقد أن القيادات الكبرى للدول الكبرى لا يتأثرون بالأفكار لا أساسا لا يتأثرون يتأثرون يعني حتى بوش في غزوة للعراق لكن البابا في حينها دعا إلى عدم غزو العراق مع هذا يعني هو أراد أن يغلف بوش غلافه بجنبه دينية هذه مسألة إضافة إلى كل هذا تعاليم السيد المسيح أعتقد هي ملزمة للجميع سواء كانوا كلدان أو أرثدوكس حقيقة أو بقية المذاب حتى أتباع الكنيسة الشرقية الموجودة مثلا في روسيا وغيرها يجدون أنفسهم ملزمي في هذه المبادئ والمعاني الكبيرة لأن البعد الإنساني للسيد المسيح حينما تقرأ التوراة حضرتك يعني حينما اليوم في يوم الأيام نقرأه التوراة هذه المرأة التي كانت مخطئة ولكنها غسلت قدمه وبكت في هذا الإطار فهم نظروا وقالوا كيف لهذه المرأة المخطئة قال لقد غفر الله لها لأنها أحبت بصدق وتدري هو نبي وما ينطق يعني وخب ما ينطق من عنده أكيد ينطق بإيحاء إلهي لذلك هناك مكنونات ومعاني للقيم الإسلامية عفوا القيم الإنسانية السماوية نحن لا نفهمها يفهمها الأنبياء وقسم من المتبحرين في الديانة اليهودية الديانة المسيحية بقية الديانات السماوية يفقهون كثير من الأمور ويحاولون ويؤكدون على تطبيقها في هذا الإطار وضح الحقيقة يعني زوايا مهمة لهذه الزيارة زوايا مهمة صلتنا عليه ضوء دكتور عصام الفيلي على ما تضمنته فحوى زيارة قداسة البابا فرانسيس إلى العلاق مشاهدين على مدى ثلاثة أيام منذ أول يوم هبطت فيه طائرة قداسة البابا في مطار بغداد الدولي كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدها توجه قداسة البابا في اليوم الأول أتحدث هنا بعدها تقدس إلى قصر بغداد حيث التقى برئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ومجموعة من الشخصيات المجتمعية والسياسية والمجتمع المدني وغيرها من الشخصيات تحدث فيها في هذه الجلسة تحديدا رئيس الجمهورية دعا فيها إلى إطلاق مبادرة بيت إبراهيم عليه السلام لحوار الأديان بعدها تحدث قداسة البابا عن جملة من القضايا بأنه جاء إلى العراق طلبا للحج طلبا للسلام وأنه يتمنى للعراقيين كل الخير في اليوم ذاته زار كنيسة النجاة وجرى له هنا قداس مهم جدا تجمع المئات ربما الألاف من الإخوة المسيحين للترحيب بقداسته بهذه الزيارة في اليوم الثاني كانت هناك زيارة لمنزل المرجع الديني الأعلى السيد علي أسستاني ثم أعقبها بسفرة إلى مدينة الناصرية تحديدا إلى مدينة أور الآثري التي تقع على مسافة أربعين كيلومتر من مركز مدينة ذيقار مركز مدينة الناصرية وفي اليوم الثالث توجه قداسته إلى إقليم كردستان العراق هناك أيضا التقى بأساسة في الإقليم وتحدث عن معاناة الإخوة المسيحين من مهجرين ومن منكبين جراء عصابات داعش وما خلفته من دمار توجه بعدها إلى الموصل في موقعين من الموصل حوش البيعة وكنيسة العذراء في قرقوش قداست مهيب أقيم هناك صدم قداست البابا المشهد التخريب الذي شهدته محافظة نينوى مدينة الموصل على يد عصابات داعش الإرهابية يتمنى للعراقين من هنا كل الخير عاد إلى ملعب فرانسو حريري من هنا قال إنه سيعود إلى روما ولكن العراق باق في قلبي هذا اختصار مقتضب جدا لهذه الزيارة التاريخية المهمة تابعناها عبر شبكة الإعلام العراقي قناة الإعلام الإخبارية بقية القنوات في شبكة الإعلام العراقي إذا عاد شبكة الإعلام العراقي ومواقع التواصل التابعة لها تابعنا الزيارة بحذافيرها تابعنا بالتحليل بتسليط الضوء بالصورة المباشرة كل تفاصيل هذه الزيارة نتمنى أن نكون في شبكة الإعلام العراقي قد أحطنا بهذه الزيارة أوصنا صورة جميلة للعراق صورة البهية للمجتمع العراق الذي انبرى بكل يطافه مرحبا بهذه الزيارة أعطى صورة واضحة عن تلاحم هذا الشعب شكرا لكم مشاهدين الكرام انتهت هذه التغطية شكرا لك دكتور عصام الفيلي كنت معي على مدى أكثر من ساعة ونصف في هذه التغطية شكرا لكل ما